ساعة ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة مشيرا إلى أن هناك الكثير من تقارب الرؤى في العديد من القضايا بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة المناخ كوب 27 وأوضح الرئيس السيسي أن لقائه بنظره الأمريكية بحضور الصحفة الأمريكية مهم من أجل نقل تطورات الأوضاع داخل مصر لافتا إلى أن مصر أطلقت مبادرة الحوار الوطني في إبريل الماضي بالإضافة إلى لجنة العفو الرئاسي لمتابعة كل القضايا هذا وودع الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد مشاركته في قمة المناخ العالمية بشرب الشيخ يأتي ذلك عقب زيارة استغرقت ساعات عدة وشملت عقد لقاء ثنائي بين الجانبين كما أعلن وزير الخارجية سامح شكري عن إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود من خلال تعاون مصري أمريكي جاء ذلك خلال مشاركته في حدث خاص حول الإصراع من جهود التكيف في إفريقيا برعاية مصرية أمريكية مشتركة وبحضر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كاري حيث أوضح شكري أن إنشاء المركز بشركة مع الولايات المتحدة يهدف لأن يصبح المركز مؤسسة دولية في مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة معرفة عن التطلع لدعم جميع الدول والشركة في هذا الصدد قال البيت الأبيض إن رئيس جو بايدن سيثير قضية كوريا الشمالية مع رئيس الصيني شي جام بينغ عندما يلتقيان في بالي الأثنين المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بايدن سيبلغ نظيره الصيني أن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في المنطقة حال استمرار كوريا الشمالية في مصاريها الحالية مشيرا إلى أن بايدن سينقش مع قادة كوريا الجنوبية واليابان تعزيز التعاون الأمني في ضوء التهديد الكوري الشمالي قال رئيس الإدارة العسكري لمنطقة سفيردونساك رومان فلسينكو إن القتال العنيف منطقة لهانسك بشرق أوكرانيا لا يزال مستمرا وشينا إلى وجود أعداد كبيرة من القوات الروسية التي تم حجدها مؤخرا هناك وأوضح المسؤول الأوكراني أن هناك ثلاثة خطوط جبهات رئيسية تمتد من الشمال إلى الجنوب في منطقة لوجانسك مؤكدا أن القوات الأوكرانية تحرز بعض التقدم حول بلدة سافاتوف قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن فحصا لمنشأة أبحاث في مدينة خركيف الأوكرانية خالصة إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة مشيرة إلى عدم وجود مؤشرات على انبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي إن فريقا من الوكالة زر ماهات خركيف للتكنولوجيا في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر بعد تقارير عن قصب المنشأة واعتبر جروسي أن مدى الضرر الذي لحق بمنشأة الأبحاث النووية أسوأ مما كان متوقعا على الرغم من أن مستويات الإشعاع كانت طبيعية قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستبقي حالة التوارئ الصحية العامة لجائحة كورونا ما يسمح لملايين الأمريكيين بإجراء اختبارات وطلق اللقاحات والعلاجات مجانا حتى إبريل على الأقل من العام المقبل وأوضح أن احتمال زيادة الأصابات بفيروس كورونا في فصل الشتاء والحاجة إلى مزيد من الوقت قبل الانتقال من حالة التوارئ الصحية العامة هما العاملان الذين ساهم في قرار عدم إنهاء حالة التوارئ في يناير الماضي ورياضيا تأهلت بطلة التنس المصرية ماير شريف إلى نصف نهائي بطلة كوبا البيتشيلي المفتوحة للتنس عقب فوزها على الأمريكية إيما نافارو المصنفة رقم 143 عالميا بمجموعتين دون رد بالدور الربع النهائي وأتواجه البطلة المصرية في الدور المقبل الأمريكية كالرين دولي هايدي بمصنفة رقم 172 عالميا ختام مجزء التاسع فاصل عود لحلاتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر